المصري الرياضي بيتكلمه على اجتماع اتحاد الكرة وحساب المصري الرياضي بيقول ان مجلس ادارة اتحاد الكرة بيقاسة جمال علام اليوم السلساء يعقد اولى اجتماعاته بحضور كل الاعضاء بعد تعزر عقد اي اجتماع لمجلس الجبلية منذ نجاحه وده اللي قلته حتى في فقرة الانترو ان منذ نجاح المجلس في اوائل شهر يناير ما كانش فيه مساحة وقت انه يعملوا اجتماعات عشان يشوفوا المرحلة الجاية في ظل ان المنتخب وقتها كان موجود في الكاميرون فكان كل الاعضاء بالتأكيد لازم يكونوا موجودين مع الجهاز الفني دعم ومسندة ومؤذرة وتلبية كل طلبات الجهاز الفني بقيادة كارلوس ساكيروس يمكن حتى هذه اللحظة الاجتماع ما زال جاري ولم ينتهي وجدوا الاعمال مليء بالبنود والتفاصيل زي ما قلت مناشط الاجتماع الفني لكارلوس ساكيروس وده يكون من اختصاص بقى شغل المنتخبات كابتن حازم امام وكابتن محمد بركات ملف لجنة الحكام واتمنى والكل بيتوقع ان يكون في تعديل في الفترة اللي جاية بالنسبة للجنة الحكام يتم تغيير وهيكلة اللجنة في شكل عام عايزين وجوه جديدة في الفترة الجاية تقدر تدير هذا الملف عشان تبقى ماشية بنفس النجاح مع نجاحات ربطة الاندية اللي بتدير الدوري بشكل رائع جدا والكل اكيد سعيد بادارة الربطة لمباراة الدوري في الفترة السابقة كمان في ملف خاص بالنحية التسويقية والنحية المالية في ملف خاص بالكورة النسائية وفي ملف خاص ايضا كمان بالتصويق وكمان عقود المنتخبات في الفترة اللي جاية وملف كأس مصر الذي لم ينتهي منذ الموسم الماضي ملفات شائكة البعض بعض هذه الملفات مسؤولة عنها اللجنة السلسية مسؤولية كاملة لان هي ما انتهيتش منها وصدرتها للمجلس الجديد لكن كلنا ثقة ان المجلس الجديد يقدر يحل جزء من هذه المشاكل وأبرزها بالتأكيد ملف لجنة الحكام وملف كأس مصر اللي لسه معلق من الموسم الماضي وسمعت كده ان البعض عايز يقول ان المسابقة تكمل بدون الدوليين طبعا كلام مش منطق خالص ولسه عندك كأس مصر الحال اللي بدأ فهنشوف الفترة الجاية وخلال الساعات الجاية ايه القرارات اللي هتزهر بالنسبة ليه المرحلة اللي جاية اخر حاجة معايا حساب يلا كورا حساب يلا كورا بيتكلم على فكرة بقى المنتخبات وده اللي كنت بقوله من شوية مصدر ليلا كورا على تويتر بيقوله ان حازم امام ومحمد بركات يضعان في تقريرهما الفني قبل اجتماع اتحاد الكورا ضرورة الاستعانة بجهود احمد سامي او علي ماهر في احد المنتخبات الوطنية زي ما قلت جزئية المنتخبات دي تحديدا هتكون من اختصاص حازم امام ومحمد بركات وهم عندهم رؤية ان الفترة اللي جاية المنتخبات اللي بيتم تشكيلها او اللي تم تشكيلها في الفترة السابقة ممكن يتم اجراء تعديل على شكل الاجهزة الفنية من ابرز الاسام اللي هم بيفكروا ممكن يستعينوا بيها علي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر و احمد سامي المدير الفني لفريق سموحة ايه الاختيار اللي هيتم محدش لسه عنده تفاصيل بس المؤكد بالنسبة لي وانا بتكلم في الجزئية دي تحديدا فكرة ان يتم طرح الاسامي دي للمنتخب الاول غير وارد لان الامر ده تحديدا مش هيكون من اختصاص مجلس ادارة اتحاد الكورا او حازم امام محمد برقات له اختصاص اصيل ورؤية يعني للمدير الفني البرتغالي كارلوس ساكيرش تقريره الفني هو اللي هيكون فاصل في مسألة تغيير حد في الجهاز المعاون او الاستعانة بحد من برة او الاستقرار على نفس التشكيل قبل مباراة السنغال ده مهم جدا لان المدير الفني كارلوس ساكيرش هو صاحب الرؤية الاولى والاخيرة في الجهاز المعاون فالاسامي التي تم طرحها ممكن يكون الغرض منها الاستفادة بيها في المنتخبات الاخرى عندك منتخب اولمبي حاليا بيقوده الكابتن شاو جريب فيه منتخب للشباب بيقوده الكابتن محمود دا جابر وفيه منتخب ناشئين وفيه بالتأكيد اجهزة معاونة لكل هذه المنتخبات جزئية تانية انا سمعتها برضو خلال الساعات الاخيرة بيقوله المعاونة يناقشوا كمان فكرة مش الجهاز الفني او الجهاز المعاون اللي ممكن كارلوس ساكيرش يتكلم عليه فيه تقرير الفني اللي انا اعرفه من خلال البيان اللي هيزدر اتحاد القرى النهاردة اول ما الاجتماع يخلص لا فيه كلام كمان بيتردد بخصوص الجهاز الاداري واعتقد الفترة الحالية يمكن فيه استقرار على يعني الاداء الرائع للكابتن واي الجمعة صخرة القرى المصرية واداءه المميز كناحية ادارية مع منتخبنا الوطن في الفترة السابقة وبالتأكيد مستمر في هذا الاطار خلال الفترة اللي جاية خاصة في ظل ديق الوقت قبل مباراة السنغال مش مقولة هنجري تعديل على اي جهاز اداري قبل مباراة فاصلة زي مباراة السنغال قبلها بشهر كل التوفيل الممتخبنا وكل التوفيل الاتحاد القرى في اتخاذ اهم القرارات اللي هنبني عليها موسم كامل خلال الفترة اللي جاية بعد سلسلة من تضارب الاختصاصات بسبب اللجنة السلاسية السابقة اخرج الى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض واخر فقرة معنا في برنامج البنت اشتركوا في القناة